السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهار طبعا انا شرح مهم جدا لكل فن مبتدئ. لو جالك جهاز سامسونج من الاجهزة الحديثة بتحاول تدخله ركافري عشان تحزف الباسورد او تعمل ضبط مصنع للجهاز كامل ما بيخشش معك ركافري. تعال نشوف الطريقة دي ازاي انه يدخله في قضية ركافري ويخش معنا بطريقة سهلة جدا. زي ما تشوفت كده معنا جهاز سامسونج ايه اه تلاتاشر عليه باسورد. وطبعا حاولت تدخله ركافري ما بيخش معي ركافري. بنعمل ايه? بنوصل كابل تمام? آآ كابل شاحن كابل مش هتفرق بس يبقى يكون متوصل بطاقة. يعني يقرأ معك شاحن يعني. تمام? وبعد كده عشان الجهاز تفصله اجباري بتضغط على زر خفض الصوت وتضغط على يعني الاتنين مع بعض زر خفض الصوت مع الباور لحد ما يفصل اجباري. اول لما الجهاز يعمل غلق اجباري هتشيل ايدك من زر خفض الصوت وتضغط على زر تعالية الصوت. وانت ضغط برضو على الباور. اول لما ينور معك ويكتب كلمة سامسونج بتشيل ايدك من زر الباور. تمام? يبقى انت كده فضلت ضغط على زر تعالية الصوت. هي دي الطريقة الوحيدة اللي بتدخل اجهزة الحديثة في وضعية الريكافري. تمام? بعد كده بنعمل طبعا اللي احنا عارفينه بنعمل ضبط مصنع او الاختيار. واختيار التاني اللي هو ببداية. يبقى احنا كده عملنا ضبط مصنع كامل للجهاز. يعني نحزف البصورد ونحزف كل حاجة موجودة على الجهاز. طبعا الطريقة دي. ليه? المبتدين في مجال في ناس بيجي لأجهز سامسونج بيحاول يدخل الريكافري. ما بيخشش معامل ركافر اصلا. يضغطوا على زر تعالية الصوت وزر الباور ما بيخشش معاه ركافر. لازم تكون موصل وتقفل الجهاز اجبار بالشكل ده كده وتكون ضغط على زر تعالية الصوت مباشرة مع بعض علشان يقرأ معاك ويدخل معاك ركافر. دي الصغرق الوحيدة ليخش معاك الجهاز فيها غير كده مش هيخش معاك. تمام? طبعا الطريقة سهلة جدا. وطبعا نستنى لحد ما الجهاز يفتح معنا علشان نعرف آآ على حساب جوجل. طبعا لو افترضنا عليه حساب جوجل مسلا اللي هتعمله اللي انت هتعمل آآ خش على المقالمات الطوارئ. وهتعمل نجمة شباك زيرو نجمة شباك. تمام? هي تدخل معاك قيمة اسمها قيمة الاختبار. تمام? هي التست. وبعد كده زي ما احنا عارفنا طبعا شرحتها قبل كده. وبنخش على اي اداء بتدعم آآ تفعيل الادي بي. نضغط عليها نلاقي زر سالة جات لنا على التليفون ده سماح. وفي الحالة دي بتخطى حساب جوجل بشكل كامل. وبتخطى الوجهة نهاية. تمام? دي لو عليه حساب جوجل. لو انت عافز الحساب جوجل بتاعك خلاص ما يفيش مشكلة. هتدخل الحساب جوجل بتاعك والجهاز هيشتغل معاك بشكل كامل ومن غير ما يحصل اي حاجة. طبعا الطريقة سهلة جدا. والشرح مبسط. وطبعا زي ما احنا متعودين لو انت اولا مرة تخش القناة ما تنساش تعمل شكل القناة واتفعل زر الجرس. واعمل شير لاصحابك عشان غيرك استفاد. وتنساش تدعمل لو اعجبك الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.